أفهم أولا أصل لأمي قفطان لأبي طربوش ثانيا أعين من لم يذكر في النص من أفراد العائلة هل هو الجد جدته العم الأم الأب الخالة الحفيد من لم يذكر في النص من أفراد العائلة هو الحفيد ثالثا من أحضر الأقلات الآتية البريوات الخالة البغرير الجدة الغريبة الخالة أولا أحول حسب أفراد عائلتي أبي قدم أمي قدمت أمي وضعت أبي وضع أمي وخالي وضع عمي وخالي فرحة أبي فرحة أمي فرحة أمي فرحة ترجمة نانسي قنقر